تسويقا لصفقة القرن الأمريكية ومناقشة الشقة الاقتصادي منها يجري صهر الرئيس الأمريكي جاريت كوشنر بصحوة المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط جيسون جريمبلات جولة تستمر لمدة خمسة أيام إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت وقبل هذه الجولة كشف كوشنر عن ملامح صفقة القرن ومسارها السياسية الموازي للمسار الاقتصادي مؤكدا أنه تم دراسة الاقتصاد الفلسطيني ووضع خطط مناسبة للتعامل معه مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة وأن الخطط الأمريكية ستركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي هذا المشروع الأمريكي يخرق القانون الدولي الذي ينص بكل وضوح وصراحة على أن أي شعب تحت الاحتلال أو أي شعب يتعرض للاعتداء من حقه أن يدافع عن نفسه وهدف المشروع الأمريكي الإساءة لكل الشعب الفلسطيني الجولة الأمريكية تأتي بالتزامن مع انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى في مصر والتي أكد فيها زعماء عرب وعلى رأسهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبالاتفاق مع القادة الأوروبيين على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس ليشكل ذلك ورقة ضاغطة تصب في مصلحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي سيستغلها في رفضه المطلق للصفقة باعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية أن تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة أو مستدامة هي السبيل الأقصر والأفضل لوضع المنطقة على طريق الاستقرار والتعاون وكبح جماح التطرف والغنف هذا وتشهد وفي الآوينة الأخيرة السلطة الفلسطينية ضغطا سياسيا واقتصاديا فضلا عن خروج مظاهرات معارضة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة وأخرى مؤيدة له في الضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر